موسيقى تدعو مصر الى ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة بما يضع حدا للمأساة الانسانية المستمرة التي يعيشها اهالي القطاع ويحول دون توسع الصراع وامتداده في الوقت نفسه عبرت الولايات المتحدة عن تقديرها للجهود المصرية لارساء السلام والامن بالمنطقة ودور مصر في دفع الجهود الرامية الى التوصل لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والرهائن والاسرى ولادخال المساعدات الانسانية القاهرة تشدد على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الاسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتداعياتها الانسانية والامنية مطالبة بضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووصفه بانه مصار تحقيق العدل والسلام والامن لجميع شعوب المنطقة وكانت مصر قد دانت باشد العبارات القصف الاسرائيلية لمخيمات النازحين في رفح وصفة اياه بالمتعمد مشيرة الى انه يعد انتهاكا جديدا وصارخا للقانون الدولي الانساني واتفاقية جينيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب وعلى هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي دعا وزير الخارجية سامح شكري الى ضرورة تضافر التحركات العربية والاوروبية للوقف الفوري للحرب الاسرائيلية على غزة مع ضرورة تحمل اسرائيل المسئولية القانونية عن الاوضاع الانسانية في القطاع وجدد شكري التزام بلاده تجاه ضرورة ادخال المساعدات الانسانية والمواد الاغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق مؤكدا ان مصر اخذت على عاطقها منذ اليوم الاول لاندلاع الازمة فتح معبر رفح لادخال المساعدات ومن خلال جهود الانزال الجوية فضلا عن استقبال الجرحة الفلسطينيين وتسهيل اقامة عدد من المستشفيات الميدانية ومراكز الايواء لتخفيف معاناة النازحين داخل القطاع اهلا بحضراتكم على الرغم من تراجع التفاؤل بالتوصل الى صفقة لتبادل الاسرة واعلان وقف اطلاق النار في قطاع غزة الان مصر قامت ومازالت مستمرة في دورها المحوري في ايجاب حل لهذه القضية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على القطاع في السابع من اكتوبر الماضي ممكن هذه الجهود تأتي من خلال مفاوضات ما بين الاطراف بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة هل المفاوضات هذه المرة تأتي بثمرها ويتم وقف اطلاق النار ما بين الطرفين هذا ما نتعرف عليه ونحلله بشيء من التفصيل ما عضفنا في الستوديو الدكتور حسن سلامة وستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دكتور حسن مساء الخير مساء الخير وستاذ صاحر اهلا وساء دكتور حسن تحدثنا في البداية يعني ما هو اوما الجديد في هذه الهدنة ان كانت هناك هدنة فعلا حققية ما بين الاطراف من خلال المعطيات الجديدة التي حدثت خلال الفترات الماضية يعني طبعا حقيقة علامة ان الجهد المصري متواصل حتى من السابع من اكتوبر لغاية النهاردة لم يتوقف يعني وكل الجهود الحقيقة اللي بتبذل على كل المستويات سواء على المستوى السياسي او الإغاثي او حتى على المستوى المساعدات الانسانية كلها كانت بتهدف الى حاجتين اساسيتين حق من دماء الفلسطينيين ووقف هذا العدوان وفي نفس الوقت الانتقال من مصار العدوان الى مصار سياسي يمكن الجهود المصري كان واضح في نوفمبر الماضي ونجحت مصر فعلا في انها تتوصل الى هدنة وبالمناسبة هي الهدنة الوحيدة التي تم خلالها استعادة بعض من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية واخراج عدد من الاسرة الفلسطينيين حتى الان كل الجهود اللي بتبذل الحقيقة بتتحطم على صخرة العناد الاسرائيلي والصلف الاسرائيلي والتحدي الاسرائيلي والغرور الاسرائيلي كل التجاوزات وكل الاستفزازات اللي بتمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنبئ انه اي جهد قد يبذل في التوصل الى هدنة هيواجه بفشل كبير جدا لانه اسرائيل لا ترغب في الهدنة الحقيقة يا سيد صح اسرائيل كل تصريحاتها بتشير الى استمرارية العدوان على قطاع غز هدفها الاساسي مش هو الهدف المعلن الخاص بالتدمير البنية العسكرية لحماس ولا استعادة المحتجزين لا هو هدفها الاساسي هو تصفية القضية الفلسطينية ويمكن ده كان واضح من البداية واستبصرته القيادة السياسية المصرية علشان كده كانت وقفة عقب كأود امام فكرة تهجير الفلسطينيين وحطت خط احمر لهذا الامر الاستفزازات الاسرائيلية مستمرة العمليات العسكرية مستمرة في رفع زي ما حضرت تعلمي استهداف حتى المخيمات الانسانية التابعة للانهر واي يعني كان اخرة هذه الفاجعة الانسانية الكبيرة يعني الكل ينظر الى انها فاجعة كبيرة لكن الحقيقة ما يحدث من السابع من اكتوبر وتدمير 80% ل90% من القطاع والبنية الاساسية فيه وسقوط يعني ما بين كام 35 الف دلوقتي يمكن أكثر من كده ويمكن 80 الف مصاب وفقيد كل ده هي اعداد الحقيقة من المدنيين العزل احنا في كارفة انسانية حقيقية يعني اذا كانت جلوة المفاوضات الاولى نجحت بتدخل مصري وتم بفعل استلام عدد من الرهائن من الترفين يعني ما الذي يضر اسرائيل اذا استمرت في هذه المفاوضات بان يكون هناك يعني شد وجذب بان يكون هناك تسريح المحتجزين والرهائن ووقف اطلاق النار للتفاوض يعني ما المكاسب التي تعود على انتريه من هذا الاستمرار هل هو فقط مكسب شخصي لاستمراره في الحكومة انت جاوبت الحقيقة هو مكسب شخصي لانه اطالة امد الحرب هو الحل الوحيد بالنسبة لنتنياهو لكي يبقى فيه المشهد السياسي هو يعلم انه في اللحظة الذي تتوقف فيها آلة الحرب الاسرائيلية هو حيامة الامام المحاكمة زيدي على هذا امر مهم جدا انه النهاردة فيه ضغوط كبيرة في المصاري القانوني المحكمة العدل الدولية من ناحية ومحكمة الجنائية الدولية اللي هي متوقع ان تصدر مذكرات توقيف بحق قادة الحرب في اسرائيل ضغوط كبيرة جدا على نتنياهو هو يبحث عن ايه يا سيد صحر اذا لم يكن يبحث عن مكاسب للوجود في المشهد السياسي فهو يبحث عن صفقة خروج امن هو يبحث عن صفقة خروج امن بمعنى ايه انه اذا غاب عن المشهد السياسي يضمن انه لا يمثل امام المحاكمة ويضمن انه لا يتم مطالبته امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب لثبوت جريمة الابادة الجنائية وما الذي يضمن له ذلك دكتور حاسر هي كل المراوغات اللي بتحصل دي كلها علشان يضمن هذا الكلام لكن هو كلما يزيد من الجرائم صحيح لكن في النهاية هو بيراوج علشان يقدر يوصل الى اعلى مكسب ممكن هو بيرتكب الجرائم في حق الفلسطينيين لكن هو شايف حتى بيراوج ده بالنسبة للداخل الاسرائيلي على انه يحقق امن اسرائيل ويزيد على هذه دكتور حسن احنا نستكمل هذه النقطة لكن نروح لمجز الاخبار نرجع مرة اخرى دكتور حسن سلامة استاذ العلوم السيسية بجماعة القاهرة دكتور حسن كنا نتحدث عن يعني اطالة امد الحرب من جانب نتنياهو يعني يمكن هذا هو السبب حتى هذه اللحظة حتى لا يخرج من الحكومة او يعاقب بالجنائية الدولية او يعاقب بأي نوع من العاقب حتى من الداخل الاسرائيلي طيب هذا يزيد عبء اخر وجرائم كثيرة على جرائمه يعني برأي حضرتك انه هل هو لا يعلم ذلك يعني هل هو لا يعلم هذه النقطة هل اذا كان يريد يعني يطيل امد الحرب هل من الممكن اتخذ من هذه الفترة فرصة للتفاوض او الحل الدبلوماسي والسياسي ممكن ان يخرجه من هذا المأسك ليس سؤالك مهم الحقيقة يا سيد صاحر انما السؤال الحقيقة ده يوجه حينما نتحدث عن شخص بين قوسين رشيد شخص عقلانية يعني بيعقل الامور ويزنها بميزان جيد هل تعتقد انه نتنياهو هذا الشخص نتنياهو اثبت انه عنيف انه متطرف انه عنيد انه لا يفهم شيئا انه يزايد لمصالح شخصية كل هذه السمات الحقيقة توصلنا للنتيجة اللي احنا فيها نتيجة اطالة امد الحرب لكن الحقيقة بتكلمي عنه ده ده يكون مع شخص يزن الامور بميزان جيد ما يحدث حتى الان من يعني استهداف المدنيين استهداف البنية التحتية لقطاع غزة هل هذا يعقل الكارثة الانسانية دي كلها خرجت عن حدود حتى الاهداف المعلنة حتى لهذا العدوان سواء كانت تدمير البنية العسكرية لحماس او استعادة المحتجزين حتى اللحظة لم يحقق ايا من هذه الاهداف لهو دمر البنية العسكرية لحماس بدليل ان هو بيعود مرة اخرى في عمليات عسكرية في الشمال وفي الوسط وهي المناطق التي قيل انها تم تطهرها بين قوسين من عناصر حماس حتى اللحظة لم ينجح في استعادة الا جثث جثث المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والذين قتلوا بنيران اسرائيلية نتيجة العدوان والقصف الاسرائيلي على الاهداف المدنية الفلسطينية على تدمير حتى البنية التحتية اللي بتحول القطاع كله الى بقعة غير صالحة للحياة كل ما يشهاده نتنياهو الحقيقة هو محاولة ما يفعله حتى اللحظة هو محاولة الامتصاص حالة الغضب العالمي هو شايف انه النهاردة عدد من الدول الاوروبية ابتدت تعترف بفلسطين كدولة شايف زي ما قلت لحضرتك المسار القانوني شايف فيه بعض يعني الضغوط حتى العلنية من الولايات المتحدة ودول الاوروبية هو بحاول يمتص حالة الغضب بالحديث المزعوم حول جولة جديدة من المفاوضات انت تلاحظي انه الوسطاء سواء المصريين او القطريين لم يطرحوا اي شيء حتى اللحظة مصر مستعدة انها يعني تشارك في هذا الامر لانها صاحبة الملف طيب هل دي يفسر تصريحه دكتور حفن على انه سيكون هناك مرونة اكثر فيما يتعلق بعداد المحتجزين سيكون هناك حديث حول هدنة او هدوء مستدام في غزة هو مين اللي افشل الهدنة الاخيرة مين اللي افشل الهدنة الاخيرة مش كانت اسرائيل مين اللي افشل هذا الامر بالادعاءات والاكاذيب على الوسطاء سواء المصري او القطري مش كانت اسرائيل هذا الكلام كله الحقيقة لا اصدقه الحقيقة يا سيد صحر ولنا في الخبرات مع اسرائيل ما يؤكد انها ادمنت الاكاذيب وادمنت المراوغات كل الحديث ده لا يبنى على حقيقة وانما يبنى على وه للأسف الشيء لأن حين تتصدي لهذا الأمر تفاجئ بأن الأمور مختلفة تماما بدليل أن نحن لم نصل حتى اللحظة إلى اتفاق أو إلى هدنة كان من بادر أوي نستطيع أن نصل إلى هذه الهدنة وخصوصا أن الوسيط المصري قدم مقترحات مقبولة من كل الأطراف وقيل أن المقترح الأخير كان أفضل المقترحات المقدمة على مدار ثمانية أشهر ليه؟ لأن الوسيط المصري هو ليس وسيطا وإنما هو صاحب الملف وصاحب القضية زي ما قلت لحضرتك هو الذي يتدخل بمصداقية ويتدخل لحماية القضية الفلسطينية دون أجندات يتدخل لحماية الأمن القومي المصري كل هذه العوامل ترشح دائما مصر لكي تكون هي الوسيط الأفضل والأكثر مصداقية فهذه المقترحة مصر وشركاءها يمكن هناك أيضا كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسيبي الرئيس الصيني في قمة بينهما وكان هناك حديث أيضا عن السلام في الشرق الأوسط وفي العالم والقضية الفلسطينية اختصت بالذكر يعني مع ضرورة تنفيذ بثقة الأمم المتحدة عدم زواجية المعايير ووقف إطلاق النار وأيضا إدانة ما تقوم به إسرائيل يعني دولة بهذا الثقل الصين بعتبر أنك أيضا استضافت فصائل فلسطينية لتحقق المصالحة برأي حضرتك دخول هذه الدول مصر وصين ودول أوروبية على الخط في مواجهة إسرائيل سياسيا كيف سيكون له تأثير؟ هل تعتقد أنه سيكون له تأثير خلال هذه الوضنة هذه المرة؟ لازم نميز ما بين أمرين الأمر الأول أن هذه الدول جميعا زي ما حدتك أشارت كده هي دول لها ثقل وتمثل أداة ضغط وأداة ضغط مهمة لأن لها مصالح مع أطراف مؤثرة على إسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها لكل الأدوات الممكنة واستخدامها لثقلها السياسي والاقتصادي للتواصل مع الأطراف المؤثرة النتيجة بقى يا ترى هذه الأطراف المؤثرة وهي الإدارة الأمريكية لديها رغبة للضغط على إسرائيل لوقف العدوان ولا لا لا تنسي حضرتك أن الموقف الأمريكي ده هو موقف مرتبك بدرجة كبيرة جدا وموقف كمان يتسم بحالة من حالات النفاق السياسي لأنه في عام الحسم الانتخابي وبالتالي هو يغازل أصوات انتخابية كثيرة سواء كانت أصوات العرب الأمريكيين اللي هو مش عايز يخسارها أو أصوات اليهود الأمريكيين اللي هو مش عايز يخسارها مصر والصين دولتان كبيرتان وزي محيطك أشارتي كانت القمة ما بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني يعني في المحيط الإقليمي بفكرة أن احنا نحق ندماء الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار كل ده يعني نوع من الزخم الدولي للضغط على إسرائيل لكن الحقيقة المسألة كلها في يد الولايات المتحدة الأمريكية هي إن رغبت أنها توقف هذا العدوان سواء صحر في اللحظة التي نتحجز فيها لفعلت هذا الأمر أنا بعتبر أن الإدارة الأمريكية متواطئة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استمرار هذا العدوان على مدار ثمانية أشهر ومن يجعل الولايات المتحدة تتقبل بهذا الأمر؟ شوفي تتقبل بهذا الأمر المسألة مرتبطة بمصالح كثيرة وفكرة أنها يعني تقبل بأن احنا ننتقل من مسار العدوان إلى مسار حل الدولتين قدام وقت شوي قدام وقت ليه؟ لغاية ما النتيجة تحسم نتيجة الانتخابات تحسم لأنه فيه منافسة شديدة جدا على الأصوات على حساب للأسف الشديد على حساب دماء الفلسطينيين والمزايدات كلها على حساب دماء الفلسطينيين لحظي أنه فيه فجوة كبيرة ما بين التصريحات العلنية وبين التصرفات الواقعية بمعنى إيه؟ إحنا بنقول عايزين نحمي المدنيين إحنا بنقول عايزين حل الدولتين في حين أنه استمرار صفقات الدعم المالي وصفقات السلاح المقدمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي هما الإسرائيليين بيضربوا الفلسطينيين بالسلاح الأمريكي لو توقفت هذه الصفقات وهذا الدعم المالي والدعم العسكري أعتقد أنه إسرائيل حتى بسقوبة استمرار العدوان هنا طلت أمض الحرب لمصلحة الطرفين إسرائيل لما يخص نتانياو والولاة المتحدة الأمريكية حتى نتيجة انتخابات هل نتيجة هذه الانتخابات أين كان الفائز بالرئاسة الأمريكية ستغير من خطة دعم إسرائيل؟ لا لازم نفرق ما بين أمرين خطة الدعم هي ثابت من ثوابت السياسة الأمريكية مهما كان الرئيس مهما كانت الإدارة الأمريكية ديمقراطية أو جمهورية هي ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية ولكن المسألة هنا بقى يا ترى حد منهم حيدغط لوقف هذا العدوان خلي بالك وقف العدوان مش معناه انتهاء العدوان يعني ربما لا يكون هذا العدوان على الفلسطينيين ليس هو الأخير لأنه وارد جدا أن نصل إلى هدنة ويتم نقض هذه الهدنة من جانب إسرائيل وكم من المرات اللي حدثت حدث قبل كده كان في تفريح من وزير الحرب الإسرائيلي قال أنه حتى إذا كانت هناك هدنة سنستحن في الحرب إذا قد الأمر أو الضرورة يعني هو المشرح بهذا الأمر مسألة مش مستخبية يعني وبالتالي هنا فكرة فكرة إيه فكرة أننا نتوصل حتى إلى هدنة مؤقتة يستطيع الإسرائيليون من خلالها أن يستعيدوا تمام؟ المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية يتم خلالها يعني التقاط الأنفاس يتم استخراج عدد من الأسرة الموجودين في السجون الإسرائيلية لسنوات طويلة خصوصا لهم محكميات عالية كل ده حيبقى لصالح الطرفين قد نستطيع في هذه الفترة أن ندفع في اتجاه المسار السياسي في اتجاه فكرة حل الدولتين لأنه هناك إصرار من الإدارة الأمريكية على أن فكرة الدولة الفلسطينية لا تتم إلا عن طريق التفاوض المباشر ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين طب ما نوقف الحرب؟ يعني نوقف هذا العدوان أولا لأنه لا يمكن أبدا أن تتم مفاوضات تحت ميران بعد القطاع والديموجرافي والجغرافي للقطاع حل الدولتين سيكون بأي شكل؟ حتى لو كان لكن على الأقل أنت بتحقق هذا الأمل اللي بيناضل من أجل الفلسطينيين لسنوات طويلة سيكون تفريح سياسي؟ يعني تعتقد أنه من الممكن أن يكون حل سياسي لحين التنفيذ على الأرض إذا وصلت طرفان للهجزة؟ حتى لو كان حل سياسي هو حل مؤقت تمام؟ يستطيع من خلال الفلسطينيين أنهم يحققوا إنجاز أنت النهاردة للأسف الشيء أنت الأراضي العربية المحتلة يتم قدمها الاستيطان مستمر سواء في الضفة أو في قطاع غزة يعني المساحات اللي كانت متاحة أمام الفلسطينيين كانت 46 و47 في المية النهاردة انحصلت إلى 22 في المية إذا استمر هذا الوضع مش هيتبقى إلى 10% وربما لا يتبقى شيء وده كان أحد المخططات من العدوان الإسرائيلي الأخير من 7 أكتوبر إنه هو يخرج الفلسطينيين وكان أحد أهداف النصيف البحري اللي تم إنشاؤه قبلة سواحي الغزة إنه هو يعطي فرصة للتهجير الطوعي يعني المخططين كانوا يسيران بشكل متوازي فكرة التهجير القصري وفكرة التهجير الطوعي حتى إذا استطعت أن أنت تحققي يعني جزء يسير أحسن من لشيء أفضل من لشيء أفضل من حالة العدوان اللي بتستهدف الجميع وتستهدف حتى الأجيال المستقبلية من أبناء غزة لحظي إنه كل القصف وكل الاستهداف هو للنساء وللأطفال وللبنية التحتية رغبة إنه لا تكون هناك أجيال قادمة تقارب دولة فلسطينية نصابة الموقف هو يعني ليس فكرة القضاء على حماس أو كذا لكن هي الفكرة العقائدية التلمودية هي يعني غطاء لما يحدث ولكنه لا يراه الكثيرون أو يعني إسرائيل لا تصرح به بشكل مباشر يعني هل هذا السبب يجعل الحرب تنتهي في أي أمن حتى وصول لحل الدولتين أو عدم تصفية القضية الفلسطينية الأسباب النادي منها كدول عربية؟ شوفي يعني وقف هذا العدوان هو بيد الإدارة الأمريكية ليس بيد إسرائيل لأن إسرائيل الحقيقة هي أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية مرة تانية بكرر حضرتك إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن توقف هذه الحرب ما استطاعت الآن لأن لديها من أدوات الضغط الكثير المهم أن الأطراف اللي بتتداخل خصوصا الكتلة العربية تستطيع أن تستخدم أيضا أدوات الضغط وهي كثيرة أيضا لأنه في مصالح متشابكة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتستطيع أن تستفيد منها للضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان لأنه كفى الحقيقة يا ساحر هذا العدد من الشهداء هذا العدد من المصابين اللي سقطوا على مدار ثمانية أشهر ولا نعلم متى سوف ينتهي هذا العدوان وكم من عدد الشهداء الذين يسقطون لكي يتوقف هذا العدوان الحقيقة إحنا أمام كارثة إنسانية وكارثة أخلاقية فاقت كل قواعد القانون الدولي الإنساني فاقت قواعد الحرب قواعد الاشتباك حتى ضربت عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة لا تستجيب لها قرارات محكمة العدل الدولية إسرائيل اعتبرت نفسها فوق القانون مدعومة دعما مطلقا ولا محدود من الإدارة الأمريكية طيب إذا كانت محكمة العدل الدولية غير ملزمة إذا كانت الجنائية الدولية حتى لم تطبيق قرارها يعني ما هي المؤسسة الدولية التي من المنوط بحل هذه المشكلة وفقا للشرعية الدولية وفقا للقانون الإنسانية بشكل عام شوفي احنا للأسف الشديد يعني أثبتت أثبت هذا العدوان سقوط منظومة حقوق الإنسان الدولي سقوط كل الادعاءات اللي كانت موجودة وإنه العالم تسود فكرة القانون الدولي الإنساني وغيره العالم لا تسود إلا شريعة الغاب الآن وقانون القوة هو ده ما تريد أن تثبته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وده ثابت الحقيقة أنه دليل مجلس الأمن بقراراته كلها يعني لم تنفذ محكمة العدل الدولية قرارتها غير ملزمة وتضرب بها إسرائيل عرض الحائط إذن لا يوجد تنظيم دولي يستطيع أن يفرض على إسرائيل وقف هذا العدوان منطق القوة فقط والقوة الغاشمة هو الذي تفهمه إسرائيل وحالة الاستفزازات المستمرة اللي بتقوم بها إسرائيل سوف تؤدي إلى تبعات سلبية على المنطقة ككل هي أحالة المنطقة كلها إلى بؤرة توتر حقيقية وجعلتها على صفيح ساخن إذن منطق القوة أيضا لابد أن يستخدم مع إسرائيل ولكن منطق القوة الذي تفهمه من جانب الأطراف المؤثرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من جانب الاتحاد الأوروبي وكلها دول لها مصالح ولإسرائيل مصالح فيها وبالتالي تستطيع أن توظف هذه المصالح للضغط على إسرائيل لوقف العدوان أما التعويل على فكرة التنظيم الدولي قد تستغرق وقتا طويلا يسقط قلاله أكثر من آلاف الشهداء الذين سقطوا وأكثر من آلاف المصابين الذين سقطوا صحيح بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجمعة القاهرة شكرا على هذا الحوار مشاهدين الكرام حوارونا الآخر بعد هذا الحوار اشتركوا في القناة